مشاهدين الأوفياء أينما كنتم تحية طيبة لكم وأهلا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم شباب في الواجهة على الرغم من غياب أرقام رسمية عن التوحد في المغرب إلا أن انتشار هذا الاتراب يتزايد عاما بعد آخر ومعه تتزايد معاناة الأسر التي تحتضن ظهورا تأبى إلا أن تتحدى ظروفها وقعها النفسي الذي تفرده الأقدار وتكرسه الجينات لكن من رحم المعاناة تولد نماذج تتحدى هذا الاتراب لتحقق الاندماج الاجتماعي والارتقاء الدراسي بهمة الذات وجهود الأسرة وبينما يتحجج البعض منا بإكرهات الحياة وظروفها القاهرة يقدم بعض الشباب الذين يعانون اطراب التوحد نموذجا حيا على أنه لا يأسى مع الحياة مشاهدين الأفاضل موضوع حلقة اليوم اطراب التوحد في المغرب وتحدي ما هو واقع انتشار اطراب التوحد في بلادنا؟ كيف ينبغي التعامل مع هذا الاتراب وما هي المواكبة اللازمة لمواجهته؟ كيف نجح شاب مغربي في تحدي التوحد ليحصل على الدكتوراه؟ ما هي الدروس المستخلصة من هذه التجربة المغربية الفريدة؟ وما دور المجتمع في مساعدة أطفال التوحد على الاندماج والعطاء؟ مشاهدين الأفاضل هذه أسئلة من بين أخرى سنتجيب عليها في حلقة اليوم رفقة ضيفي الكريمين السيد أسامة الحلوة وأخصائي ومعالج نفساني سي أسامة مرحبا بك شكرا جزيلا للإستطافة كما أرحب أيضا بضيفي الثاني وهو الدكتور كريم بن عبد السلام شاب مصاب بالتراب التوحد حاصل على الدكتوراه من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بن رباط وأيضا موظف بالخزانة الحسنية بن رباط سي كريم حياك الله سدي مهدي وأنا جد ساعد أن أكون ضيف هذا البرنامج القيم ونحن سعداء أيضا بحضوركما معا سي أسامة نبدأ معاك أنت بصفتك خصائي نفساني يعني واش بإمكانك تعطينا فكرة على أنواع الطراب التوحد وشنا هي يعني نسبة انتشار هالطراب في المغرب نعم، بنسبة لأنواع الطراب الطيف التوحد إذا استندنا الدليل تسخيص وإحصاء الطرابات النفسية في نسخة الرابعة وقبل آخرة فهو يصنف الطراب التوحد إلى أنواع إلى خمس أنواع يمكننا نتكلمه على التوحد الكلاسيكي لأنواع الطرابات السلوكية، صعوبات في التفاعل اجتماعي صعوبات في التواصل وكذلك حركات نمطية ومتكررة بالإضافة إلى اهتمامات محدودة تتكون عن عدد الأشخاص كذلك تنتكلمه على التراب بالتفكك الطفولي أو التخوب الديس إنتيغاتيف كذلك هناك التراب النمو الشامل التخوب الانفاييسان الديفلوبمان هذا تبن في السنة الأولى من العمر لذلك الطفل تكون لا ينطق غياب تواصل الاجتماعي إلى آخره كذلك هناك نوع يسمى متلازمة ريت والمتلازمة ريت تصيب بالأخص تكون كذلك النمو ديالهم جيد إلى حد ما حتى لذلك الستة أشهر الأولى إلى آخره تلاحظوا يعني يتوقف مثلا عن الكلام ولا يتوقف عن بعض المكتسبات لكانت الطفلات تقدر دينهم ما بقى تقدر دينهم مثلا فقدان القدرة على مسك الأشياء بأيديها إلى آخره وهناك نوع آخر على حسب هذا دليل التشخيص وهو متلازمة أسبرجر أو توحد من المستوى العالي الذي يتميز خصوصا بصعوبة التفاعل الاجتماعي اهتمامات وأنشطة محدودة مع سلوكات وحركات نمطية ومتكررة الأشخاص المصابين بمتلازمة أسبرجر ما تكونش عندهم مشكلة ديال التواصل أو بدرجات أقل يعني ما تعانيوش من تلك الترابات ديال النطق والكلام ولا الترابات النمو المعرفي ولكن تقدر يكون عندهم واحد المشكلة ديال التناسق الحسي الحركي أو واحد مقاومة للتغيير إذا مشينا لدليل تشخيص وإحصاء الاترابات النفسية في نسختي الأخيرة والخامسة فهو يعني جمع هاد الاترابات كاملين في تسمية واحدة اللي وهي الطراب طيف التوحد وكنا سنتكلموا في الأول على انتخياد يعني ثلاث أعراض كنا صعوبة في التواصل صعوبة في التفاعل الاجتماعي وحركات نماطية الآن سنتكلموا على جوج أعراض فقط وهما صعوبة في التواصل الاجتماعي جمعوا النقطة ديال التواصل والتفاعل الاجتماعي في نقطة واحدة بالإضافة إلى السلوكات والاهتمامات والحركات النماطية والمتكررة دونك هذا فيما يخص يعني تصنيفات فإننا ممكننا نقولوا أن هناك تصنيف على حسب حالات التوحد وهناك تصنيف الثاني والأخير على حسب المستويات يعني هذا الدليل تشخيص في نسختي الأخيرة مش أكثر في تجاه تصنيف التوحد على حسب الدرجة والمستويات والحاجة إلى المساعدة دونك جمعوهم في تسمية واحدة الترابطي في التوحد فيما يخص عدد المصابين في المغرب لا يوجد هناك إحصائيات ولكن على حسب الأرقام التي تكلموا عليها بعد الجمعيات إلى آخره يمكننا نتكلموا على واحد خمسمائة ألف شخص تقريباً بالمغرب لقدروا يكونوا مصابين بالتوحد وكيف ما تتعرفوا ففشنا ندوي على شخص مصاب بالتوحد فهو يعني سنضربوا هذا الرقم في أربعة أو في ثلاثة لأن هناك الشخص المصاب بالتوحد هناك الآباء الأمهات هناك كذلك الإخوة والأسرة إذن فهذا أمر سيعم يعني واحد شارحة كبيرة من المجتمع نعم نمشيوا للسيكاريب سيكاريب أنت شاب مصاب بالتوحد مؤخراً تبارك الله حصلتها على الدكتورة بغيناك تقربنا شوية من الطفولة ديالك شنو هي الصعوبات اللي واجهتها سواء في حياتك اليومية أو في المصادر الدراسي ديالك بداية نكتشف والده إصابتي بالتوحد في سنة ثلاث سنوات وكانوا كيدوني عند الأخي الصائيين اللي معروفين هنا في اللي معروفين في الرباط وكانوا كيدشاوروا معهم حول فاكتشفوا أنني زيما مصاب بالتوحد متلازمة أسبرغر اللي هي إحدى تمظهورات طيف التوحد وطبعاً تكلم عليها الأخوصة مقبل فأنا كنت في الصغر ريالي كانوا المؤسسة الدراسية في أغربها كانت قائمة تقبل أنني ندرس في قسم آدي ومع أشخاص آديين بالنظر إلى هذا التقسيم زيما آدي ومصاب بإعاقة سواء كان التوحد أو غيرها أنا ضد هذا التقسيم فكلنا عند الله أسوياء وقد يحدث وقد حدث عبر التاريخ ويحدث حالياً وهناك نماديج مشريفة أخرى أن قد تجدوا المصاب بأية إعاقة مهما كان نوعها ومدفوق بزرد المجالات وكي يشرفوا داخل أو خارج الوطن بصفة آمانة كنت تكلم فكانت هذه المؤسسات قائمة تقبل أنني ندرس مع أشخاص بين قوسين آديين وفي أقسم آدية ولكن هذا لم يكن يشكل أمامي أي عائق لمواصلة مصاري الدراسي لأنني كنت واعي تمام الوعي أنني غادل طلب العلم وأعي تمام العلم وأعلم تمام العلم بالجزاء العظيم الذي يناله طالب العلم في الدنيا والآخرة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا ينتمس به إلما سهل الله له طريقا إلى الجنة فأنا دابع واعي أنني غادي نفعل الوطن ديالي ونفعل المجتمع ديالي ونفعل البشرية بأسرها بهذا العلم ليكنك تسبوا نعم طريقه ليس مفروشا بالورود كنت أعاني أكبر صعوبة كنت كنت أعاني منها أبرى كافة مراحل مصاري الدراسي من ابتداء إلى الإعداد في التنوي هو تنمر بعض أقراني علي خاصة في المرحلة التنوية أنا كان خاصة لمرحلة التنوية لأن حدة التنمر كانت عالية كانت تعدم مجرد التنمر إلى ازدراء والاحتقار كانوا بعض أقران ديالي ماشي كلهم كي يديروا لي كيما يصددش أفعال التي يستفادوا منها أنهم كيرفضوا رفضا قاطعا أن يدرسوا معهم شخص مصاب بالتراب التوحد وكأن إصابة بهذا التراب لا تدنب لا يغتفر وفي الحقيقة الأمر أنه ليس كذلك أنا لم أكن أهتم لهذه الأمور فتمكنت بحمد الله تعالى وشكرهم الحصول على شهادة البكرورية وعلى إثر ذلك استقبلني صاحب الجلال الملك محمد صليص أيده الله ثم جاءت المرحلة الجامعية بداية من مؤسسة در حديث حسنية وكن درست على يد أساتذة أكفاء لمشهود لهم وطنيا وعربيا ودوليا ثم في كلية أدب وعلم إنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وتجدو إشارة إلى أنه من در حديث حسنية كانت سادوس فيها مرحلة الإيجازة ومصر خديتهم جوج من در حديث فشهادة ثم جاءت المرحلة الدكتورة والحمد لله حصلنا عليها من كلية أدب والعلم إنسانية بجامعة محمد الخامس هنا بالرباط بالمناسبة شكرا جزيلا لكل لوالدي الكريمين ولعائلة المقرة ولأستاذ الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة رئيسا وأعضاء تحديدا أخصوا بالذكر رئيس للجنة سيدر الزقجي ومشرفة البحث السيدة كريمة أبو أمري وكل أعضاء لجنة المناقشة سيد كريم أريد أن نفصله في هذا شيء مزيان في الفقارات المقبلة ديال البرامج نمشيو عند سي أسامة سي أسامة شنو هو السن لكي بدأ تشخيص طيراب التوحود عند الطفل دكتة دهر أعراض طيراب التوحود قبل السن الثالثة دكتشي لاش يستحسن استشارة طبيب لابنونا بعد الأعراض لأن كل ما كان تدخل مبكر كل ما تكون نتائج مستحسنة ويمكننا نطمحو نوصله المستويات في حال المستوى اللي يصله كريم ولا على الأقل مستوى الدمج الدراسي ولا على الأقل يعني كل طفل فهو حالة خاصة وكل حالة فهي حالة خاصة سنحاول يكون عندنا واحد الأهداف اللي سنحاولوا نطمحوا باش نوصلوا لها أهداف ليس تكون سلوكية في الأول وبعدها يعني سنمروا الأهداف اللي هي تعلمية وتربوية غدي نعطيكم بعض الملامح العامة اللي يعني خصنا نتابهوا لها في حالاتنا لاحظنا مثلا أن الطفل لا يستجيب عند مناداته باسمه سنعيطوا له ما تضرش هناك يعني وحد البصر ما تيقدرش يفكسي لغغة يبدو أنه يفضل اللاعب لوحده يعني تبغي يحده هناك وحد النوع من الإنعزال نقص تفعل اجتماعي اللي تكلمنا عليه لا يتواصل بصريا ولا يكون تواصل دياله ضعيف تغيب تعبيرات الوجه يعني كين اللي تشببه إنسان آلي في بعض الأحيان هناك سخونة ملكولالية يعني تعود الكلمات ذلك الكلمة اللي تسمعها تعودها يقوم الطفل كذلك بحركات متكررة مثل الدوران أو رفرفات اليدين وقد يقوم كذلك بأنشيطات تسبب له الآداء مثل ضرب الرأس مثلا كين وليدات اللي تقدروا ضربه رأسهم إلى آخرين لك تتحرك باستمرار هناك واحد الحركية مفريطة لا ينخرط في ألعاب تقليد مثل تكون عندهم لميطاشون أو تمثيل غائبة شيئاً ما يعاني من مشكلات في التناسق الحركي كين الوليدات اللي تيمشوا على الأصابع ديال القدمين ديالهم يقاوم التغيير قد تتكون عنده كذلك بعد الأحيان تفضيلات غريبة في التغذية يعني ما ياكلش إلا بعد الأمور اللي هي معينة بق هذه كلها علامات تقدر تخلينا نتسألوا وما فيها بس إلا شفنا هذه العلامات نمشي ونستاشروا مع أخي سائين باش نتدار كل أمر يكون واحد تدخل مباكل باش تكون إن شاء الله نتيجة يعني مستحسن نعم أنا ذكر هذه الأنواع عسي كريم وانت من خلال حديد ديالك ذكرتي على أن كانوا أن الزمناء ديالك اللي كيقرأوا معك ما كيتقبلكش أنك تكون معهم مثلا في نفس القيصم كانوا كي تنمروا عليك أنت وسط هذه الأجواء هذه كيفاش بنيتي هذه العزيمة باش تغلم إلى هذه الأمور كاملة ونشوفوك اليوم تبارك الله دكتور ومتفوق في المسارة التراسي ديالك كما قلت لكم لم تشكل هذه لم تشكل هذه لم يشكل تنمر أي عائق بالنسبة لي في مجال طلب الإلم النافع لأنني كان فأبي ذلك الوطن ديالي المجتمع ديالي وأيضا الأهل ديالي والعائلة ديالي وأحييهم من أدل من برموقر الوالدين ديالي راح حاضرين معنا في الكواليس فبلا شك أن هذه كما كيقول الشائر طريقه الأولى وعر مطيته الجد فهذا الجد احنا خدمنا وصبرنا ودرنا لألنا سنين وسنين والحمد لله دبشب الله تسير ونلنا شهد الدكتورة من كلية أدب العلم إنسانية بجمعات محمد الخمس بالربط ومن هذا المنبر وجهوا رسالة لكل الشباب سواء لي عندهم توحد سواء لي عندهم أي نوع من أنواع الطيراب أي أن يكون نوع دياله حتى لي ما عندهم كعش الطيراب خدموا وثابروا فغادي يجيب الله تسير إن شاء الله وتبارك وتعالى ولتكونوا على يعقين أن التعب والإسرار والاجتهاد لابد من يجيب شي نتيجة إيجابية في أخير المطاف نعم سيكاريب هذه الرسالة الجميلة ديالك قد نتوقفوا باش نسمعوا تصريحات الشباب ولنا عودة لإكمال الفقرات المقبلة ديالبرنامج بالنسبة للناس اللي ما كعرفوش هات الميغناد من أنكتش إحنا كننطرون شارج لزنفون اللي عندهم صعوبات في تعاللوم ترابات الترابات كل قوم النوم توحود اللي ولينا كنشوفوه وكنسمعو بي بززاف لابسيكمانتخيسيتان جنرال كنت تعتمد على كيكون واحد لبخوجة ترابيتي كلي كنديرو باش نحاولو نحاولو نخدمو لنمو دياله الدري نحاولو نانتغرهو مثلا ما بين الوليدات العادي دونك ننصيحة اللي وليل نقدر نقول لأباء اللي وليدات هم عندهم طيف تواحد ودكش أول حاجة خسو يمشي يشوف أخي صائي نحاول من ميدسان پيدو بسيكياتر ولا پادياتر هذا هو اللي كي دير تشخيص الأولي ديال لانفاق من بعد le پيدو بسيكياتر ولا پادياتر ديما كي سافت كي جيبنا لوليداج حنا كي دري نحاول الورطوفونيست ولا لبسيكوموتريسيان على حساب دري فشنو خسفو شنو خسوف لأبريضان أنا هنا داخل مؤسسة كان الاختصاص جالي بأطفال تتوحد أكثر كنشوف أطفال خرين لأنهم طرابات خرين ولكن أكثر كنشوف لوليدات لأنهم تتوحد بالنسبة لوليدات لأنهم يدامجوا في المجتمع بحلو ليدات خرين كاملين عندهم الحقتة هما يشاركوا في مصابقات ألمية داخل وخارج أرض الوطن على شلاء يدامجوا في الخدمات الاجتماعية يدامجوا في أي ممارسة كي يديرها طفل عادي التوحد هو الطراب في النمو العصابي كي بانوا فيه مجموعة من الصفات عند الطفل خصوصا في السنوات اللولة من نمو الجالو كتبان عنده كيكون في حد العزلة هنا ما ككونش منخارط مع الناس الشمائيا كيكون مشكلة لفضي بعد المرس كيكون بعد المرس ما كيكون مشكلة لفضي وهنا في كيكون تدخل يلي كأخصائية كندخل باش نعالجوا المشكلة لفضي عند هاد الأطفال أول حاجة بغيت نهضر عليها هي بأن التوحد هو الطيراب ماشي معرض كيف ما كيقولوا بزاف لي للناس اللي واخدين فكرة غالطة هو الطيراب وحنا بسفتنا كامور ربيت مختصة كنخدموا مع أطفال التوحد باش نقصوا الحدة للسلوكات الغير اللائقة اللي كتكون عندهم وهذا شي كامل بالاستشارة مع الأخصائيين اللي هو أخصائي النطق أخصائي الحصي حركة هو الأخصائي النفسي ومن هذا المينبر كان بغي ماشي نطلب ولكن كان بغير نصيحة الأولياء أمور أطفال التوحد باش يعاونونا في الخدمة في الدار حيث أطفال التوحد نص ديال الخدمة كتكون في الجمعية ونص ديال الخدمة كتكون في الدار كن نطلبوا منهم وكن نترجعهم أنهم يعاونونا غير يخدموا معاهم شوية وباش يشوفوا تحسن في وليداتهم وتبان فيهم نتيجة ونشوفوا أطفال التوحد مناصب عالية علش الله والمثل على ذلك هو كريم بن عب السلام اللي تبارك الله علي هراها تعرف في المغرب كامل وفي الطفل في العالم كامل تقريبا الحمد لله أنا فرحان حيث قبل من منذر هذه المهنالية كنذر الأطفال وذلك الوالدين أنهم منك يجيب حلبك ياخذ الطفل جال وفلخر للعشية يقول الله يرحم لك الوالدين هذه كلمة التي تسخن لك القلب تقول ها لماذا نفعل الخدمة حيث قبل أن نرى الأطفال الذين يحسون برسم طبيعيين لا يحسون أعراض لا يحسون شيء يقول لماذا هو عنده أنا لا لماذا يتمش لا نجرب لهم الفرصة يحسون طبيعيين وهم رام طبيعيين كنقول ركامين مختلفة مع بضياتنا وهذه الاختلافات هي القوة التي تجعل أن أنت وهر وانت صحيح يتعطي تقيق في النفس حيث الدراج الصغار لما عطيتهم تقيق في النفس راما كين يتقي فمخص الواحد يتقي في راسه عاد يتقي في الأخرين وهذه هي أحسن الحوايش وسيغط الدراج ترتب مع موحد العلاقة تكون طيفل بقي صغير يعني تقدر تشوف بحال أخوك صغير كين صغير صغير عندي أحد ميت أحد طيفل أخدم عام وشعج تقدر البنية ديالي يعني تعطي هم الحب وتعطي هم كل من وقت هذي حيث تقدر قاع في المجهودات ديالك وقبل أن تأخذ الطيفل يكون أحد الأشياء في الأخ السنة هالطيفل يريد أن تكون كيدر كيدر وهذا هو الأشياء الوبيكتف تقدر على طوال العام كتقول هالطيفل خص يوصل وإلا ما وصل الطيفل رأى أنا اللي سقط يعني خدمتي أنا اللي مده لاشم زيانة لأنا اللي خصنين أنا أختي نعاون نكرار ذلك شيء باش طيفل يتحسن نعم سيوسامة من دون شك إلى جانب النفسية المتأثرة ديال الأطفال اللي كانوا منطرة بتوحود لأكيد أن الآباء والأمهات حتى هما النفسية ديالهم كتكون متأطرة بطبيعة الحال انت في المصار المهاني ديالك شنو هي الحالات النفسية ديال الأباء والأمهات اللي عالجتي واش كتشوف أن الأباء والأمهات في حاجتهم إلى مواكبة نفسية فعلا فالحالات النفسية تتكون عديدة عند الأباء والأمهات الأولياء ديال الأطفال التوحوديين هناك حالات انت قدرت وصل بعد الأحيان حتى للإكسيئاب ولكن يعني المشكل الأساسي هو غياب ديال التوجيه غياب كذلك ديال التكوينات ولكن هناك ملاحظة مهمة جدا عند الآباء فمفتاح يعني النجاح ديال الأطفال التوحوديين ومفتاح يعني الوصول إلى الأداف المسطرة والطموحات اللي تنطمحوا لها هو الأمل أولا وثانيا هو التقبل تقبل يعني تشخيص فاش يكون تشخيص فهنا لاحظنا أن هناك فرق كبير ما بين الآباء اللي ستقبلوا التشخيص وبعدها يبدوا العمل مع الأخصائيين ومع الوليدات ديالهم في البيت ديالهم بالموازات مع العمل اللي تقدر مثلا في مؤسسة المؤسسة هناك كل آمل طبيعا نحن الأمل هو هذاك هو الدافع هو الوصول إلى الأهداف ومني ما تكونش يعني تقبل هنا مع الأسف تنقدرون نلقا واحد تراجع لأنه إلا ما تقبلناش ما غانديوش مثلا الطفل لواحد مؤسسة مختصة هي بقى الطفل في الدار ولا بقى في الدار هنا موقع شوحد تدخل مبكر اللي يقولتك هو يعني عنصر مهم في الوصول إلى النتائج المبتعات وإضافة إلى النفسية ديال الوليدين رغا تكون متأطرة طبيعا تماما من هنا يشوفوا ذاك الوليد تيب قدر وبسفا عم كل طفل مكان دياله يخص يكون في مؤسسة إلا ما كانش في مؤسسة تعليمية على الأقل يكون في مؤسسة متخصصة أول حاجة هي التقبل وهتي تجي بالتوعية وتيجي كذلك يعني بدور ديال الإعلام لأن خصنا نعرفه خصنا نعرفه أن هناك مؤسسات متخصصة وأن كذلك هناك حق لهذه الأطفال في التمدرس وفي التعلم ما كانت شي مؤسسة اللي غادي تقدر استرفضهم وكذلك خصنا نعرفه أن كاين يعني جهود تتقوم بها الدولة وزارة الأسرة والتضامن مؤسسة التعاون الوطني هناك دعم مادي كذلك للأسر المعويزة للناس اللي عندهم بطاقة الراميد ممكن يديو الأطفال ديالهم اللي عندهم احتياجات خاصة مجانا للمؤسسات الرعاية الاجتماعية خصوما يمس يسولوا إدارة تعاون وطالي والأكد أنها تي بزاف ديالناس ما عارفينوش ما عارفينوش ما عارفينوش ما عارفينوش الناس اللي عندهم تغطية الصحية هاتش يترجع في التغطية الصحية المشكلة هو الناس اللي معنهم في تغطية الصحية وتنظن هذا فهو ورش رغادي عليه الدولة ديالنا نعم تعميم حماية الاجتماعية إن شاء الله ستقول لي إجبارية عند الجميع وهنا ما غيبقاش هذا المشكلة هذا يعني أي الطفل خصوكم في مؤسسة والآباء ما يلقوش هاتش دريعة باش أنهم يخليوا الوليات في الدار لا هذا خطأ كبير نعم سيكاري ما كانت تكلموا على الآباء والأمهات انت من خلال حديد ديالك لأكيد أنك قدمت لهم الشكر ما مرة ممكن تكلم لنا على العلاقة ديالك مع الأب والأم ديالك منذ الطفولة ديالك إلى الآن هي علاقة وطيدة بكل معنى الكلمة الوالدين ديالي كانوا كيتشاوروا مع أستاذ الأستيدة عبر كافة مراحل دراسة ديالي باش يضمنوا الأجواء الملائمة لضمان سير طبيعي الدراسة ديالي إلى أن وصلت ولي الله الحمد وشكر إلى هذه المرتبة الأولية فالوالدين ديالي وعائلة كانوا السند الأولى لبعد الله تعالى حتى وصلت إلى هذه المرتبة ومن هذا المنبر ومن هذا البرنامج أوجه رسالة إلى كل الآباء والأمهات عبر أرجاء هذا الوطن الحبيب أقول لهم تذكروا أو ضعوا نصب أعينكم أن كل راعي مسؤول عن رائيته كما قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وأنتم أيها الآباء وأيتها الأمهات مسؤولون عن تربية أبنائكم وعن ضمان السير العادي لما سارهم سواء الدراسي أو المهني أو الحياتي بصفة آمة فلا بدما تعملوا لا بدما تتعبروا لا بدما تصبروا من أجل أن لوجه الوليدات ديالكم من أجل الوليدات ديالكم أنهم يوصلوا إلى مراتب أوليا التي تشرف الوطن وكتشرف البشرية بأسرها وتبارك الله ونموذج حي قدامنا أحمد الله أحمد الله تبارك وتعالى على هذه الأصداء الإيجابية التي نالها حدث نيل للدكتورة مؤخرا سواء في الإعلام الوطني أو في الإعلام العربي والدولي وهذا والحمد لله تمرت جهد فمن سهر الليالي نال المعالي كما يقول منا نعم هذه العلاقة ديالك مع الوليدين ناسي كريم يعني وش تغيرت فش كنت صغير لدابة ولا ما زال هي هي التعامل ديالهم معك تعامل ديالك معهم قربنا أكثر من هذه الأمور التعامل ديالي معهم أنا باختصار كنشوفهم هم السند الأول بعد الله تعالى فيما كن حير في شي حاجة أيا تكون لابده من أنا فضل كنكون ديال ما كنعيت لهم كنحير في شي حاجة كنعيت لهم كنبغي كنبغي شي مألومة تكتر على واحد الموضوع أو على لابده ما يكونوا معايا فهي علاقة وطيدة منذ الصلاة وأيضا هم كيبادلوني نفس المشائر محبتان ورعاية واهتماما وطبعا هذا الرعاية واهتمام لا بده إنما المنشأ الأول دياله هو المحبة لأن اللي كيبغيش إذا أحب الأهل أو الوالدان ابن ديالهم فلا بده أنهم يتابروا يتحملوا المشاق يتحملوا دع الصعب كلها على هذا المسألة أنت أعتقد أنك في الإقتال ديالك وفي الطفولة ديالك كان أعتقد ما كانتش المؤسسات بزاف بونك الوالدين كانوا هما المؤسسة الأولى والأخيرة ديالك كانت عندهم واحدة لمجهودات كبيرة بطبيعة الحال ولازالوا الوالدين لأن المسؤولية ثقيلة لهم مثل الحمل ثقيل كما كنقول إحنا فالوالدين ديالي أحسوا بثقل هذا الحمل وأعرفوا أن هذه المسؤولية كبيرة للغاية ولكن الحمد لله ذبه مارا تخرين بك فتحملوها فتحملوها كما يجب وأنا من جهتي كنت دايل شغلي وطبعا توفيق ديال الله ثم جهد ديال الوالدين وديال العائلة وديال السادة الأساتي دا أبرى كل ما راح لدراسة ديالي ثم هذه المشاورات ديالي مع السادة الأساتي دا في ديك الفترة اللي كنت كنجز فيها البحث كنت كنستمد منهم المعلومات وكنت كنشاولهم في بعض القضايا التي كانت في بعض الصعوبات التي كانت تأتري المشوار ديال البحث ديالي فالحمد لله وشكرا جاب الله تيسير ونيلنا المراد وتشبارك الله عليك وهذا فخر كبير لنا كامل نحنا كشباب السكاري نمشيو عند السي أسامة أنا بدأ معاك مني ساليت معاك السي أسامة كنت تكلمو اليوم على تكاليف كبيرة عند الوصار وإحنا قبيلا كنت تكلمو على المجهودات اللي كتدير الدولة وأكيد أنا بزاف ديالناس ما كيعرفوهش إلا كان ممكن تعاود زيت فصل لنا فيها أكثر نتعرفو شنو ما المجهودات ولا الدور ديال الدولة بخصوص هاد الفئة هاتي دونك المجهودات اللي كينا هو أنا كينا واحد دعم مباشر للجمعيات اللي تتشتغل في هذا المجال ديال الرعاية الاجتماعية تسمى مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فهالدعم هذا تتعطى الجمعيات يستقدم الملفات ديالها اللي ستكون عنده واحد شروط إلى آخره دكشة ليش الآباء أخصهم يكونوا عارفين هذا الأمور باش يديروا تسجيلات في الوقت المناسب اللي تستفد أساسا من هاد الدعم هذا هما الأشخاص المعوزين أو الأشخاص اللي عندهم بطاقة الرميد فهذا تكون عندهم يعني تحمل شامل من طرف إدارة تعاون الوطني أو ما يسمى بصندوق تماسك الاجتماعي اللي هو تدعم مباشرة للجمعيات باش يتكفلوا بعد الوليدات طيلة سنة الدراسية وكل سنة فتتدفع الملف تتم الموافقة عليه وتتم الدعم ديال الأطور اللي تشتغلوا في هذا المجال كيف ماشي في الروبورتاج تتكلموا على الأخصاء النفساني أخصاء النطق أخصاء الحسي الحركي المربية المتخصصات هناك كذلك مصاريف أخرى ديال النقل وديال نعم العديد من المصاريف نعم نمشي عند سي كاريم سي كاريم تبارك الله تكلمنا عن المصار ديالك سواء الدراسية منذ الطفولة ديالك تبارك الله نقدر نقوله أنك وصلت لدكش اللي بغيت يحققتي الأحلام ديالك بغيناك تعطينا رسالة للشباب المغربي بصفة عامة لكي واجه صعوبات في العمل دياله في الدراسة دياله في القراية دياله بشتى مناحي الحياة بغيناك تعطيه رسالة تحفيزية الشباب هم قاطرة التنمية وهم عنوان مستقبل هذا الوطن وهم الذين يجبوا أن يكونهم الفائل الأول في مسيرات التقدم والنماء والرقي التي يشهد هذا الوطن الحبيب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد سيد أيده الله وكان قول كل الشباب عبر مختلف أرجاء هذا الوطن من البوغاز إلى الصحراء هي رسالة فحوها الآية الكريمة وقول اعمالوا اعمالوا فسير الله أملك برسوله والمؤمنون فثمرة ديال الأمل جاد والتضحية والصبر والاجتهاد كل من موقعه الثمرة دياله لابدى ما تكون إيجابية وحنا دابع كنشوفوا في معادة النموذج جديد كنشوفوا النموذج جديد الشباب متألقين في عديد من مجال في مختلف مجالات الحياة سواء كانت الدراسة سواء كان المجال المهاني سواء كان المجال المقاولة أيضا فأقول لهم واصلوا ودوموا على هذا السلوك وواصلوا إن شاء الله تبارك وتعالى تكون النموذج يكون النموذج مشرفة لمغربين الحبيب ونموذج اللي تستحقوا الاحتفاء بأتمي معنى الكلمة سي أسامة أرجع معك الوحد الرقم اللي بكرته قبيله هو رقم تقريبه بطبيعة الحالي الـ 500 ألف طفل ربما مصاب طرابة وحود جمعية المجتمع المدني اليوم قادرة تواكب هذا الرقم الكبير ولا تقترحوا شركات ما بين الوزارات الواصية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة الأسرة تضامن شي تنسيق معين لخدمات هذه الأمن المجتمع فعلا إذا كان هناك واحد تنسيق ما بين الوزارات المعنية فهي سيخفف على الجمعيات العاملة في هذا المجال مثلا تنسيق مع وزارة التربية الوطنية يقدر يسهل كل ما هو إدماج دراسي أو دمج مدراسي للأطفال دوي احتياجات خاصة وتلاحظون أن هناك أطفال عندهم واحد المستوى ممكن أنهم يتدمجوا ولكن مع الأسف يتقبل بعض الأحيان تتقبل بالرفض طالب ديالهم في المؤسسات الخاصة وفي المؤسسات العامة العمومية فهناك صعوبة يجب أن تكون واحد توعية وهذه التنسيق يقدر يسهل الأمور بالنسبة للجمعيات العاملة في المجال وكذلك مع وزارة الصحة لأن هذه الأطفال تحتاجوا أول حاجة وهي تشخيص تشخيص الذي يقوم به طبيب متخصص في طيب نفس الأطفال بيدو بسيكياتر وعلش الله ما تكونش واحد الشراكة اللي غادي تخول هذا الآباء وهذه الجمعيات أنهم يستفدوا مثلا من هذه الخدمة كذلك علش ما تكونش حصص إضافية للتدريب اللي أنا أصلا كما قلت لكم هذة الأطفال تحتاجون عن ما من تدريب أو ما يسمى بالترويد، ترويد الطيب بي، ترويد الحسي الحركي، ترويد النطق فهذه الشراكة مثلا تقدر تنقش شوية العب على الجمعيات العاملة في هذا المجال فهذا الأمر هذا ما بي المقترحات ما بي المقترحات إن شاء الله باش إن شاء الله نوصله للمستوى اللي يبغي نعم نشوف الرأي دي السيكاريم فاد المسألة هذي سيكاريم شنو كي بلك انت فاد المسألة دي لتنصيق ما بين الوزارات وتخفيف العب على جمعيات المجتمع المداني هو بكل اختصار الدولة لها مسؤولية، الدولة عليها مسؤولية كبرى في دعم وفي في الأعمال من أجل الزمال في تخفيف العب على الأسر وعلى جمعية المجتمع المداني وفي الأعمال من أجل ضماني الحقوق الكاملة للأشخاص دوي الإعاقة وتحديدا دوي الترابي التوحد من منطلقي مسؤولية أن هذوك الناس حق ديهم في العيش الكريم وفي ضماني مختلف حقوقهم في كل مجالات الحياة الولوج إلى المجال الدراسي المجال المهني وغير ذلك ولكن هون عندي واحد القضيانة لابد أن أشير إلى واحد القضية حنا رمشي من الأول تخصنا نأوله إلى الدولة رأى الأسر لا بده ما تبدل المجهود ديالها الجمعية لا بده ما تبدل أيضا مشهود ديالها ماشي كل شي غادي نرمي وحمل على الدولة لأن وحنا كشباب ماشي كاريم فيما يخص هذه النقطة إذا كان البوادي لا تسهل و تقسلعيب كذلك على الأسر فهذا سيكون صالح للأطفال هنا كنا هنا جوج نقاطنا صراحة لتيبانيا يقدر مازال يكون فيهم العمل النقطة الأولى هي الدمج المدرسي يعني خصناه الوليدات كي باش نسهلوا عليهم هذه المسألة باش ما غيبقوش دائما حياتهم كاملة في مؤساسة لانا تنظروا اللي هو دابا في مشكلة ثانية وهي النقطة الثانية وهو التأهيل المهاني هالطفل التوحدي مني غادي وصل لسين 18 لسانة فما فوق ما هو ما سيره نخصنا الدمج التراسي وإلا ما عطاناش في المدرسة نعطوه بدائل تكوين مهاني تأهيل مهاني أنا شفتهم فمثلا بعض الأطفال في مركز محمد السادس للمعاقين صراحة دكشي يتليجو السادر أنا أطفال مرضيش البال أن أطفال تولاتي السيفغي هم اللي يقدموا لي المشروفات والحلويات وهذا مما يستحق الفخر والإشادة أيضا وأقول ومن هاد المنبر أقول زيما الجهود كلها لابد أن تزادها فالجهود الدولة والأسر جهود شمعية المجتمع المدني في خدمة هذه الفئة في خدمة هذه الفئة لأنها تبوت علميا أنه لكي تكون نتيجة خاصة يكون عمل متعدد الاختصاصات الأخصائيين من جهة الآباء من جهة والمؤسسات من جهة نعم وفي العمل من أجهد الفئة وفي تحفيزها على تقديم على القيم بالمزيد من الإنجازات على تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح هذا الوطن الحبيب إن شاء الله وتبالك وتعالى نعم سيكاري موسي أسامة مرة أخرى قد نتوقف عن تصريحات الشباب ولنعودة لإكمال المحور الأخير من البرنامج موسيقى في المجال دينا نحن كأخصائيين في المجال الصحي كنقوموا بعلاج وتشخيص درابات النطق واللغة والصوت وكل ما كان تشخيص مبكر عند الأطفال كذلك تكون نتيجة إيجابية من ناحية الفكرية والجماعية وكذلك يقدر ندامج في المشجمع ديالو في الأسرة المدرسة والمشجمع ككل بالنسبة للجمعيات السادة مدى 2017 إلى يومنا هذا وبالنسبة للاختصاصات التي نتوفر عليها هو التوحد أو لطيف التوحد والثلاث السابري تأخر الديني هذه هم الثلاث اختصاصات التي تنخدم عليهم وبغي نشير على بالنسبة للتوحد أو لطيف التوحد هو ليس بمرض بل الطراب والذي الممكن أن نشير عليه هو أن التوحد في قد ما كان تشخيص مبكر سنقدروا ربحه سنوات كثيرة ديال الوقت إذا كان تشخيص مبكر الطفل طفل توحدي أول شيء يكون يمشي عند أمبيدو بسيكياتر سيقوم بتشخيص الأولي ديالو ويعرفوا بالضبط نوعية الإضطراب اللي عنده من بعد هو اللي غد يوجه مثلا لمركز الرعاية اللي غد يقدر مثلا يقدر يستفد من حساس ترويد طبي إذا كانت تتوفر عليه أو لا حساس الحسي الحركي وحساس ترويد النطق مع العلم أنه ممكن أن يستفد من حساس عند الأخي السائي والتتبع النفسي بالخصوص الطفل التوحدي عندهم قدرات خاصة وقدرات لا يستهانوا بها بحيث أن نحن حاليا طفل في الجمعية عنده قدرات أنه يقرأ باللغة العربية وفرنسية وفي نفس الوقت كتابة يكتبهم باللغة العربية وفرنسية لحد الساعة حاولنا أن نقوم بدمج هذا الطفل في المؤسسات التعليمية باعتبار تفعيل هذا الموسم الدراسي في 2021-2022 للتربية الدامجة ومن هذا المنبر نريد أن نوجه رسالة لجميع السلطات في هذا المجال بالنسبة للوزارة التربية الوطنية أن يكون تفعيل هذه التربية الدامجة بالنسبة لجميع الأطفال في وضعية إعاقة باعتبار أن الطفل يحيى أهماله لحد الساعة ومجه طلب النيابة الحي الحساني لحد الساعة ما زال ما تصلوش به حيث أنهم طالبين تقييم المستوى الدراسي دياله إلا جاءوا يشوفوا تقييم المستوى الدراسي أقول لهم بأنني أتحدهم لأنهم سيكون حسناً من أي طفل عادي حالياً لديه المستوى الرابع ممكن أن يفوت هو المستوى الرابع ولكن على الأقل غير يجاوبونا ويجاوبوا الآباء دياله أولياء الأمور لكي لا نستطيع حاجز لهذا الطفل ونجعله مثلاً في المركز وهو قادر يعطي أكثر وقادر يوصل إلى أعلى المستويات لماذا سنحبسهم؟ هذا نداء لكم لا يجازكم بخير أحاولكم التفعيل الحقيقي والفعلي لتربية الدامج بوزيدي جواد مربي مختص في الطيراب توحد اليوم معي طفل يحيى أهمالو طفل توحدي لتحق الجمعية الناعمة هذه ثلاث سنوات كان عنده بزاف ديال مشاكل منها فرط الحركة حركة استيريوتيبي وخدمة معاه خلال هذه المدة كاملة وبهو واحد تحسون كبير ليقدر يمكن لي باش التحق بالمدارس العمومية أقول واحد كلمة أنا توحدي أنا توحدي منعزل ومختلف لدي اهتمامات خاصة بسلوكات نماطية لكني إنسان مثلي مثلكم أفرح وأغضب وأحس بطريقة مختلفة مثلي مثلكم أحتاج إلى دعمكم وتفاهمكم والأهم أحتاج حبكم اليوم أقف أمامكم والفرح تخبرني لأني أعبر وأحكي رغم توحدي أخبروهم أننا قادرون عن التأقلم والتعلم والاندماج لسنا بحاجة لمواسات نحتاج فقط لمساواة حب وحيات أنا توحدي سي أسامة مجهودات كبيرة تبدل لكن هاتشي شفناه في المجال الحضاري والأكيد أن هناك أطفال يعانون من الطراب توحد في المجال القراوي هذه الفئة هذه في المجال القراوي ما المصير ذي على؟ وصراحة في المجال القراوي هناك كذلك جمعيات هناك كذلك جمعيات في هذا المجال في حقيقة عدد ديالها غير كافي مقارنة من المجال الحضاري ولكن كذلك هناك نقص للتوعية فكيف ما أسبقت وذكرت قبل هذا الروبورتاج أن هناك إمكانية للناس اللي عندهم إمكانيات أن يستفدوا من هذه الخدمات المؤسسات الريعية الاجتماعية المشكلة كانت في التوعية وما عارفين أين يتوجهوا فكلهم يتوجهوا مثلا المؤسسة التعاون الوطني هناك إدارة مركزية مثلا في الريباط هناك إدارة جهوية في الدار البيضاء وهناك إدارات ستكون في كل مدينة أو كل منطقة يمشيوا ويشوفوا لهم يقولوا ما الجمعيات العاملة في هذا المجال وهي وجههم الأقرب جمعية لهم وما أنك إشتغلت قبل أن أشتغل مع هذه الجمعية في برشيد برشيد يعتبر كذلك من واحد منطقة يعني شبه حاضرية يعني بعيدة على هذا لاحظت أن هناك عمل جاد يعني يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر بعد الأحيان ممكن يلقاه أن مؤسسات الجمعيات ومجتمع المدنيس يقوم بدور كبير ممكن يكون حتى في المناطق القاروية خاصة يعطونهم كذلك دعم وخاصة تكون توعية ونشجعهم على هذه البوادر لكي لا تبقى متمركزة على المحور والريبات والمدون الكبرى تقول لي مسألة يعني وطنية وشاملة وهذه الجريبات التي ينجحوا هنا يداروا كذلك في المناطق التي هي بعيدة لكي نقربوا الخدمات المواطنين بصيفتنا نعم وشنك تقول لك في هذه المسألة لأن مثلا الأباء والأمهات خصوصا دي المجال القراوي المثلا ما كيتعرفوش على هذه الحالات وربما كيجئوا الوسائل الأخرى مثلا كالشعوادة على سبيل المثال لأنهم كيعتقدوا على أن الطفة ومصاب بأمر آخر شنك تقول لك في هذه المسألة هات هذا المسألة هاته فهو النقص دي التوعيات نظن هاد الأمور ما بقاتش بزاف يعني بعد ما حيدنا ذاك بوي عمار بعد ما يعني أزلنا بزاف دي الستيريوتيبات على هاد الأمور هناك عمل هناك عمل هناك توعية اللي خصوصنا ما زال نزيل نستمر في هاد المسألة هاته باش ان شاء الله يعني نبعدو من هاد التجاري هاد الأمور اللي هي يعني غير علمية وغير طبية ويكون واحد تتبع يعني في أصوص سليمة نعم دونك المسألة هي المسألة دي التوعية والناس إلا شافوا شي تغييرات مؤيين على الطفل دي لهم فيلجؤوا مثلا توعية دورة تكوينية تكون للآباء علش لا ما يكونوش دورة تحسيسية أو دي بيستاج يعني يكونوا واحد القوافل يمشوا مثلا هاد المناطق النائية وهذي بوادين ممكن يقوموا بها الجمعيات باش يمشوا لهاد المناطق لتشخيص مثلا الأطفال ذوي احتياجات خاصة بصفات العامة هناك مشاكل أخرى دي الصعوبات التعلم و هذا موضوع آخر يعني تهو مشكل لأن أطفال تهبانوا طبيعيين ما عندهم تشعجوا ولكن عندهم مشكل في الكتابة والقراءة صعوبة التعلم التوحيد تولاتي استبغي تأخر ديني فهذا القوافل تهي عندها دور مهم لأنه كيفما قلنا تشخيص المبكر نقطة أساسية يعني في العمل معنات الأطفال نعم نشيو سي كاريم سي كاريم انت او الشاب في المغرب سي حصل على الدكتورة إلا منقل على المستوى العربية وش بإمكانك تقرب المشاهد الكريم من أطروحها دي الدكتورة ديالك وعليش اختارتي مجال مقارنة الأديان اختياري لمجال مقارنة الأديان ولهذا الموضوع دعوة سيد المسيحي سأله السلام بين أنا جيل أربعة المعتمدة لدى مسيحيين حاليا وبين القرآن الكريم وحاولت فيه تطلق إلى أهم القضايا التي شغلت بل علماء الدين سواء المسلمين أو المسيحيين في هذا الموضوع خاصة في موضوع هل عيسى عليه السلام مثل ما تقول المسيحي الحالي هل هو إله وابن الله وعقيدة تثليت الأب والابن والروح القدس هكذا يقولون أو أنه في الرؤية الإسلامية هو رسول كغيره من أنبياء الله ورسوله الكرام بؤث ببيان وحدانية الله تبارك وتعالى وإفراده بالإبادة كما بؤث باقي الأنبياء فهذه ومن القضايا التي تطلق إليها البحث أيضا هل رسالة سيد المسيحي السلام جاءت إلى بني إسرائيل الذين بؤث فيهم حصرا أم هي أمة لكفة البشرية وهل بشر سيد المسيح ببيئة ببيئة الرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا فتوصلت من خلال ذلك كله إلى صوابية إلى ما يفيد صوابية الرؤية الإسلامية التي تعتبر المسيح نبيا كغيره من أنبياء الله ورسوله الكرام داعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى والأهم من ذلك كله لفت النظر إلى المشترك بين الأديان أو الشراء الساموية وهو ترصيخ قيم الرحمة والمحبة والسلام والتسامح والتأيوش ويعتبر المغرب ولله الحمد وشكر رائدا في هذا المجال وشواهد ريادته فيه كثيرة لا تحصر قديما وحديثا ويكفي أن نذكر أن جلالة الملك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال كلمة باليغة في هذا الشأن أنا أعتبر نفسي أميرا للمؤمنين مؤمنين هنا بجميع الديانات أعتبر نفسي أميرا للمؤمنين بجميع الديانات سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهودا ومن هذا المنطلق أود أن أشير إلى قضية مهمة لها صلة بالتسامح تاش وهي قضية نبذ التطرف وأهله وحين أقول تطرف هنا لا أعني المتطرفين مننا كمسلمين ولكن تطرف له أهله في جميع الديان هناك متطرفون يهودنا كمتطرفون مسيحيون ويحملون من العداء لإسلام ما يحملون فواجبنا هو الرد عليهم وبيان سامحة ورحمة هذا الدين الحنيف وواجبنا أيضا الرد على أهل تطرف من المسلمين وبيانوا أن ما يعتقدونه لا يمت للدين بصلة نعم سي أسامة فاش كنشوف وتبرك الله المصار ديال السيكاريم شنو إمكانك تشقولنا على هذا المصار هذا واش كتعتبر أن السيكاريم خصو يكون اليوم هو قدوة ونموذج للأطفال التوحدين ولما لا نقوله أن الشباب صفة عم وهو صراحة سنجاوبك بواحد المسألات يقول السيكاريم في اللقاءات ديالو وهو أن الإعاقة فهي حافز وليس عائق وليس تحاجز فهنا هذا هو المقولة اللي يطبقها السيكاريم ودار من ذاك السلوكات اللي قلنا نحن نمطية وذاك الاهتمامات المحدودة اللي هو دبا لاحظنا عنده اهتمامات في هاد المجالات المجال اللغة العربية المجال الديني المجال الموسيقي فهذا الاهتمامات المحدودة اللي ستقدر تبنى نحن كأخصائيين في التشخيص كأنها مثلا نقطة من النقات اللي اعتمدوا عليها باش نحطوا مثلا هاد تشخيص ديال الطيراء بطيف التوحود فهو اخداها كحافز وليس كحاجز وابنى بها المصار ديالو وعطت ما اعطت اللي هو نتيجة امامنا الان انه تبارك الله عليه دكتور وكذلك فنان صاعد ان شاء الله وهذا المجال تهورا غاديمشي فيه وكان مؤخرا قام بواحد الاغنية مع الفنان نعمال حلو اذا صراحة فالسي كاريم هو قدوة ماشي فقط للشباب التوحديين ولا الاطفال دهوا احتياجات خاصة بل للشباب بصفة عامة اننا خصنا نحاول نشوف الجانب الايجابي في الامور ونحاول بعد الاحيان الامور دي تتبعنا كحاجز فتقدر تكون حافز نعم سي كاريم في ختم هذا البرنامج بغينا نتكلمه على واحد العمل الفنين اللي تكلم عليه سيوسى مادرته مع الفنان نعمال الحلو هو عبارة عن اغنية حول طراب التوحود اللي يقدر المشاهد يلقاه في مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى اهتمامك منذ صغر بالمديح النبوي بغينا تقربنا اكتر من هذا العمل هذا وفي ختم البرنامج ليما لا اننا نسمع منك شيء مقطع موسيقي فالاهتمام ديلي بالفنون التراثية تحديدا طراب الاندلوسي وفن الملحون وفن المديح والسماع وايضا فن ايساوي فكلها كانت ادك شراء اندي في الدم منذ صغاري ومع اجدتي رحمه الله وتبارك وتعالى تمسامانية وطبعا كلنا يعلم ما ابداعه هؤلاء الفنانون الكبار في هذا المجال ديلي المديح النبوي وديلي الطراب الاندلوسي وديلي المديح السماع وديلي الفن الملحون فانا كنت استمع كثيرا الى مأجدتي رحمه الله الى هذه الفنون التراثية التي تشكل عنوان هوية هذا المغرب الحبيب والتي جدير بنا جدير بكل مغربي ان يفتخر بآهد التراث لانه من لا تراث له لا حاضر ولا مستقبل له فانا انتجهت هذا المجال ودابا نفسنا الثامنة من طراب الاندلوسي بالمأهد الوطني الموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط فانني وادرس على يدي اساتدة على ايدي اساتدة اكفأ مشهود لهم في هذا المجال في مجال طراب الاندلوسي فانا مع اجدتي رحمه الله كان عندها بزاف دي اللي كاسيت كان زمن اللي كاسيت انا داك انا من موليد تسعينت واغلبية هاد اللي كاسيت كان فيهم الملحون كان فيهم طراب الاندلوسي كان فيهم شدارات من فن مديح والسماع هذا اضافة الى ما كانت تبته القنوات الوطنية انا داك من حصص لتخص هذه الفنون اذا من هنا انت تشبعتي بهذا الفن هذا وجاء اصقل هاد الموهبة في اهد الوطني فن الموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط من جهة والحلقات دي اللي كان حضرها مره في الرباط ومره في سلاة ومع منشدين لمشهود لهم ومع اساس دي اللي مشهود لهم في فن المديح والسماع ومع هاد الحلقات المديحية اللي كان حضرها في المساجد وفي الزوايا نعم وفي هذا العطار السيكاري مش بيمكننا نختمو البرنامج بالصوت ديالك بشي مقطع تغنيه لينا نعم تفضل السيكاري لا اله الا الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله بنوريك اوضحت الهودى لمن اهتدى رسول الله عليك سلام الله يا عالم الهدى ما قموك محمد وأنت محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احمد مول التاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعطايا وسجايا وسالا صوتك الجميل خيروا ومسكوا ختام هذا البرنامج الدكتور كاريم بن عبد السلام شاب مصاب اضطراب توحد حاصل على الدكتورة من كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط أيضا موظف بالخزانة الحسنية شكرا جزا حياكم الله ونجد ساعدي ان اكون ضيف هذا البرنامج القيم المهتم بقضايا الشباب وأوجهه وأجدد رسالتي للشباب اعمالوا وكافحوا وثابروا لا بد أن تجب ان تكون ايجابية في اخر مطاف وتحية لكل شباب بهذا الوطن الحبيب من البوغازي الى الصحراء شكرا جزيلا سي كاريم أسامة الحلو أخي صائم معانج نفساني أيضاً كنوجه لك الشكر على الحضور ديالك معنا شكراً جزيلاً على الاستضافة بتوفيق لكم في البرنامج والسي كريم كذلك في المستقبل إن شاء الله مستقبل زاهر وكذلك نزيد نذكر الشباب ما فيها فقط أنه الإعاقة فهي حافز وليش في حاجز نعم هذا هو الشعار ديالكريم ونتمنى أنه يكون الشعار ديالجميع شباب إلى هنا ومشاهدين نكونوا قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم شباب في الواجهة لإعادة مشاهدتي هذا العدد لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني شكراً على بقائكم معنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة